نظمت جمعية رعاية الأجيال مبادرة التدريب عن بعد حيث استفاد منها أكثر من 3500 شاب وفتاة في مهارات حياتية تهتم بالتواصل والانضباط وغيرها للمزيد من التفاصيل انضموا لنا مراسلنا عبدالله الغامدي مرحبا بك عبدالله معنا ومساء الخير ما الجديد لديك حول ما قدمته جمعية رعاية الأجيال من مبادرة التدريب التي استفاد منها تقريبا أكثر من 3000 شاب وفتاة في البداية أمسي عليكم محمد وأمسي على مشاهد الإخبارية في كل مكان بالطبع هناك عدد كبير من الجمعيات منها ما يساهم في تقديم الإعانات العينية والمادية ولكن جمعية رعاية الأجيال هي ظهرت بمظهر آخر يقوم بالرعاية النفسية والتهية الاجتماعية وتقديم العون لكل متضرر من جائحة كورونا الحقيقة معي الدكتور إبراهيم المهنة رئيس مجلس إدارة الجمعية أهلا وسهلا ومرحبا فيك دكتور معانا ودنا تحدثنا عن مبادراتكم خلال رمضان وغير شهر رمضان حياكم أستاذ عبدالله شاكر لكم وشاكر لقناة الإخبارية تحت الفرصة للجمعية جمعية رعاية الأجيال كغيرها من الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشارك وطن المعطاء في ظل هذه الجائحة التي جاءت في تقديم البرامج للمجتمع بأكملة جمعية رعاية الأجيال على وجه الخصوص تبنت أن تكون متخصصة في اتجاه معين وهو اتجاه الشباب عموما وتمكين الشباب يختلف عمل جمعية رعاية الأجيال عن غيرها لأنها تغطي جانب يختلف عن تغطية معظم الجمعيات القائمة الآن فالجمعية رعاية الأجيال لا تقدم الجانب الغذائي ولا غيره من الجوانب الإغاثية بل هي تقدم الجانب الإغاثي المعرفي والعلمي والتربوي والنفسي للمجتمع بأكمله خاصة في ظل هذه الجائحة الموجودة الآن لو سأناك يا دكتور عن الأعداد التي قدمتم لها هذه الدورات الجمعية والله الحمد والمنى خلال فترة الجائحة فقط لا غير بدأت عملها مواكبة للوضع الحالي في إعطاء الدورات عن طريق عن بعد عن طريق استغلال المنصات الإلكترونية بمختلف أنواعها قدمت ما يزيد على تعاون معها في شهر رمضان فقط لا غير 17 مدرب وخبير استفاد من هذه الدورات ما يزيد على 16 ألف شاب وشابة ولله الحمد والمنى أما لو أردنا أن نعمم من بداية الجائحة إلى هذا الوقت فهي والله الحمد زاد عدد المستفيدين من برامج الجمعية بأنواعها المختلفة ما يزيد على 30 ألف شاب وشابة والله الحمد والمنى لو سألناك عن طريقة التقديم على هذه الجمعية الجمعية والله الحمد لها منصة وموقع إلكتروني ممكن الدخول عليه بمجرد كتابة على أي محرك من محركات البحث جمعية رعاية الأجيال الخيرية تظهر الجمعية يوجد الموقع في كامل ما يريد أن يتعرش أي شاب يريد أن يتعرف على أي نوع وأي نطاق من الأعمال التي يريد الدخول لها الدورات مختلفة فيها لها دورات معرفية دورات حتى في التخصص الجامعي دورات حتى في مساعدة الشباب على دخول السوق العمل وأنواع أخرى من الدورات المختلفة شكرا لكم دكتور إبراهيم على هذه المعلومة القيمة التي قدمتمها نعم زميلي محمد كل ما عليك أخي الشاب أختي الشابة أن تبادر بالتسجيل في هذه الجمعية للاستفادة من هذه الدورات التي تقدم لك العون والدعم لمواجهة أي طارق لا سمح الله يواجهك سواء كان ذلك نتيجة عن أثار كورونا إما للتوقف عن العمل أو للبحث عن عمل آخر أو الحصول على شهادات مصدقة من الجهات الحكومية شكرا جزيلا لك عبدالله وشكرا لضيفك الكريم شكرا لكم